اشتركوا في القناة من اجل اختيار وتحديد القائمة النهائية من منتسب الدفعة الرابعة وبهذه المناسبة هنأ معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مدير وعام مكتب النائب الاول رئيس مجلس الوزراء منتسب الدفعة الرابعة الذين تم اختيارهم ضمن معايير دقيقة ومحددة توافرت فيهم ضمن المجموعة الكبيرة التي تقدمت للبرنامج واشاد بتفاعل الشباب البحريني من العاملين بالقطاع الحكومي مع برنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية والذي يمثل احدى الرؤى الطموحة لسمو ولي العهد الرامية نحو تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز المقاومات القيادية فيها بما يخدم التطلعات التنموية وتشجيع القيادات المستقبلية الواعدة في القطاع الحكومي واكد معاليه على النجاح الذي يحققه البرنامج عبر دوراته في ضوء الاهداف المنشودة منوها بما قدمته الدفعات السابقة من منتسب البرنامج من عطاء خلال فترة انتدابهم وحرصهم على التطور واكتساب الخبرات متمنيا لمنتسبي الدفعة الجديدة كل التوفيق في الاستفادة من كافة الجوانب التي يوفرها لهم البرنامج خلال فترة انتدابهم في مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء